رسالة أفسوس رسالة أفسوس تعتبر رسالة النعمة تتكلم عن نعمة الله بكل عطاياها بكل جمالها بكل أبعادها أيضا ينهل من بنك السماء ومن نهر نعمة الله تعرفوا يعني في أكتر من 35 إرشاد ونصيحة عملية من الإصحاح الثالث للإصحاح السادس تتكلم عن ممتلكات المؤمن مثل التبني مثل الفداء والميرات والحياء اللي شفناها في يسوع المسيح النعمة وطبعا الجنسية المواطنة السموية اختبار المحبة محبة المسيح العميقة هذه كلياتها بتتكلم عن كنوز موجودة لكنيسة أفسوس أيضا بتتكلم عن العطاية الإلهية من إصحاح أربع على إصحاح ستة هذه العطاية طبعا بتتكلم عن وحدة جسد المؤمن وأن الله بيتعامل معنا بالنعمة وبيتكلم عن السلوك بيتكلم عن السلوك بالتطقيق يعني السلوك بالاستقامة بيتكلم عن أن نخلع الإنسان العطيق الفاسد ونلبس الإنسان الجديد بيتكلم أنه نسلك كأولاد النور في هذا المجتمع وأن نوبخ أعمال الظلمة غير المثمرة بيختم رسالته برسالة جميلة جداً وبمقطع جميل جداً بيتكلم عن الحرب الروحية الحرب الروحية ليست مع أجناد الشر ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السمويات فبولوس بشجع أيضاً الكنيسة أنه تصلي لأنه كان سفير في سلاسل وعندما يمتلئ الإنسان بالروح القدس يغمر بحضور الله سواء كان حر خارج السجن أو داخل السجن بيتمتع ببركات الله وبينهل من نعمة نهر الله المتدفق في حياة المؤمن وبأكد في هذه الرسالة على الملء بالروح القدس هذا الامتياز اللي بيساعد المؤمن يسلك ضد طيارات الحياة اللي موجودة في هذه الأيام ضد محبة العالم ونستطيع أن نستمد القوة الروحية في داخلنا لكي نواصل مسيرة الحياة من خلال نعمة المسيح وقوة الروح القدس باسم يسوع المسيح وبسلطان كلمة يسوع المسيح شرف وامتياز أنه أقف في نفس المنطقة اللي وقف فيها الرسول بولوس كان بيخطب للآفسوسيين شرف وامتياز أنه أتكلم من نفس المنطقة اللي بولوس اتكلم مع شعب أفسوس في هذا المكان وشرف وامتياز أنه أوصل هذه الرسالة لكل مشاهد ولكل باحث أيضاً أنا أدعوكم إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا وعلى فكرة منحب نسمع منك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة